أكد نائب رئيس دائرة السياسية في التجمع اليمني للإصلاح محمد حزام الأشول أن العمل السياسي في البلاد هو الضامن الوحيد للاستقرار والأمن والتطور والتقدم بعيدا عن الميليشيات الطائفية والمناطقية والعرقية والعائلية التي انقلبت على الدولة وعطلت أدواتها السياسية مستخدمة جشعها السلطوي في تدمير الوطن وتمزيق الشعب وقال الأشول في حوار خاص مع موقع سهيل نت إن الإصلاح عمل منذ تأسيسه على تعزيز العمل الديمقراطي الوليد وامتثل للإرادة الشعبية التي أوصلته للسلطة وأخرجته منها وأسهم بشكل كبير في إرساء ثقافة الحقوق والحريات وعمل على تجذير مبدأ الحوار وقدم نموذجا حضاريا في معارضته السلمية وأوضح الأشول بأن تجمع اليمن للإصلاح انحاز دوما لإرادة الشعب وهمومه وتطلعاته وناصر قضايا المصيرية وقدم في سبيل الحفاظ على الهوية الوطنية وقيم الحرية والجمهورية آلاف الشهداء والجرحى والمعاقين والمختطفين والمغفين قسرا وما يزال يقف بكل جسارة في صف الدولة والشرعية وأشار الأشول إلى أن الإصلاح جاء في الثالث عشر من سبتمبر 1990 ليكمل مسيرة النضال الوطني الذي اختطه رجالات اليمن ومفكروها وقال الأشول إن اتهام الإصلاح بالاستحواذ على مؤسسة الدولة استوانة مشروخة تخفي وراءها كثيرا من الأجندات غير الوطنية وقد تكررت في مراحل سابقة كشماعة نفذت من خلالها مخططات أعداء الوطن وانتهت بسقوط الدولة بيد الميليشيا وما زال الجميع يدفع ثمن ذلك غاليا بما فيها بعض القوى التي كانت متحمسة لإطلاق تلك التهم